بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعزائي طلاب الصف العاشر في هذا الفيديو رح أشرح السؤال الأول من كتاب Activity Book ورح أتناول تمرين الأول والثاني والثالث في السؤال قبل هذا الفيديو شرحنا درسين تكلمنا فيهم عن القطعة اللي موجودة بيونت فور وتكلمنا عن القاعدة اللي هي State Verbs والDynamic Verbs وتقريبا الفيديو الأول يعني أخذ 40 دقيقة والفيديو الثاني تقريبا 20 دقيقة وبعدين فيديو قصير تابع للفيديو الأول طيب الآن بدنا ننتبه مع بعض للسؤال الأول وبدي ياكوا تركزوا معاي لأنه هذه الأسئلة أيضا تعتبر من الأسئلة اللي رح تكون مهمة جدا فبدي ياكوا وأنا أشرح لكم إياهم بهدوء بدي ياكوا تنتبهوا معاي وتركزوا مظبوط يلا نقول بسم الله ونبدأ بالسؤال الأول بالActivity Book هذا هو Unit 4 Science and Scientist اللي هو عنوان الوحدة زي ما حكينا اللي هي العلم والعلماء تمام؟ هذا هو السؤال الأول كامل طبعا ينقسم إلى فروع السؤال الأول وعندك طبعا هو السؤال الأول كله عن الفوكابيولاري طيب فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننتبه مع بعض وركزوا معاي حبايبي الله يعطيكم العافية لاحظوا هون عندنا في الكلمات الموجودة أمامي هون هاي بنسميها مفاهيم إذن هاي الكلمات هاي الموجودة هاي اللي هي Ecology, Botany, Zoology هاي كلها شو بنسميها؟ هاي بنسميها مفاهيم ومصطلحات مفاهيم ومصطلحات مصطلحات علمية تمام؟ طيب قبل ما أنا أشبكهم مع بعض عشان أعمل مفهوم كامل لازم أعرف معانيهم بالضبط يعني شو معنات كلمة Ecology؟ كلمة Ecology معناها علم البيئة إذن Ecology معناها علم البيئة تمام Botany علم النبات علم النبات Zoology علم الحيوان Zoology علم الحيوان أو علم الحيوانات Astronomy Astronomy معناها علم الفلك علم الفلك Geology علم طبقات الأرض Geology معناها علم طبقات الأرض Environmental Science معناها العلوم البيئية العلوم البيئة إذن صار عندي الآن المفاهيم صرت أعرفهم أعرف معانيهم Ecology اللي هي معناها علم البيئة Botany اللي هو معناها علم النبات وعندنا كمان كلمة Zoology علم الحيوان Astronomy علم الفلك Geology علم طبقات الأرض Environmental Science العلوم البيئية طيب شو المطلوب مني الآن؟ لاحظوا بتطلع على حل المثال الأول كيف محلول Ecology is the study of the relationships between living organisms and the world they live in طيب لاحظوا هون جبنا المفهوم وحطينا وراه كلمة is إذن أنا عشان أصنع أي مفهوم دايماً حطوا في بالكم إذا بدي أكون جملة دايماً وفيها بالبداية في عندي هون مفهوم أو مصطلح يفضل إنك تستخدم كلمة is وراها مباشر يعني مثلاً لو بدي أحكي جملة عن الماء فبحكي water water is وبأكمل شو بدي أحكي عن الwater مثلاً technology is very important water is very important نفس الشي هون Ecology وبدي أكمل لاحظوا هون استخدمنا كلمة is عشان أعرف بالمفهوم إذن دايماً لما بدي أعرف أي مفهوم أو مصطلح باستخدم كلمة is Ecology is the study لاحظوا جبنا هون كلمة the study معطيني هون كلمات مساعدة وبعدين ننتقل للمفهوم is the study وكمل of relationships اللي هي هون of relationships العلاقات between living organisms بين الكائنات الحية الدقيقة and the world والعالم they live in الذي تعيش فيه يعني المحيط الذي تعيش فيه هذه الكائنات الحية الدقيقة طيب الآن بدنا نشوف كيف بدنا نكون على الجمل الثاني يعني المفاهيم الثانية كيف بدنا نعمل المفاهيم الثانية بالضبط وتكون معانا جمل صحيحة نيجي على كلمة botany اللي هي هاي الكلمة botany اللي هي معناها علم النبات طيب شو بناسبها وراها مباشرة نكتب أول إشي بنكتب واخلنا نمسح هذا الكلام نمسح هذا الكلام مشان يطلع الكتابة مضبوطة بنكتب هون بالضبط botany نكتب هيك botany تمام يلا شو حكينا نحط وراها كلمة is هي حطيني is طيب شو المناسب من هون هل منحكي a branch of آه تيجي والله a branch of إذا منحكي is a branch يعني a branch معناها فرع a branch of فرع من إيش هل منحكي the earth is made of different rocks يعني الأرض مكونة من صخور مختلفة biological science علم العلم الأحياء biological biology concerned with plants علم أحياء له علاقة بالنباتات protection of the natural world حماية العالم الخارجي with the stars and plants النجوم هون في يعني كلمة نجوم planets sorry planets اللي هي الكواكب the animal kingdom مملكة الحيوان أي وحدة فيهم a branch the branch of إيش relating to what a branch of a branch of نحكي على طول biological science concerned with the plants إذن نحكي هون biological biological science يعني العلم العلم الأحياء اللي إلو علاقة بإيش بالنباتات concerned concerned with plants with plants bi إلو علاقة بالنباتات طيب ننتقل للمفهوم الثاني اللي هو zoology zoology إيش معناتها zoology معناها علم الحيوان zoology علم الحيوان zoology اللي هي معناها علم الحيوان يلا بنحط كلمة is لأنه هذا مفهوم مصطلح is طيب كمان بيجي معنا the study بنأخذ كلمة the study is the study is is the study طيب دراسة إيش is the study طبعاً بننكمل وراها is the study relating to إلها علاقة بنجيب كلمة من عندنا اللي هي relating to إلو علاقة بي ريليتنج ريليتنج تو طبعاً موجودة كلمة to هاي موجودة كلمة to فقط حطينا كلمة relating to ريليتنج معناها له علاقة بي ريليتنج تو أنيمال كينغدم نكتب هون أنيمال أنيمال كينغدم يعني إيش معناها مملكة الحيوان هذا العلم إلو علاقة بمملكة الحيوان لاحظوا كيف عرفناها التي لها علاقة بمملكة الحيوانات طيب المفهوم اللي بعده أسترونومي 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 إيش معناتها أسترونومي معناها علم الفلك طيب وراها بنحط كلمة إز شايفين كيف المفهوم عرفناها بكلمة إز ماذا يكون هذا الأسترونومي إز الآن بنا نأخذ مفهوم بنا نأخذ مصطلح من هون بنحكي مثلا studying how studying آه إحنا حكينا هون the study is study study relating to is the study هاي كلمة relating to هايها موجودة هون is the study relating to وكملنا هاي طبعا هاي هي اللي حكيناها من شوي zoology is the study relating to animal kingdom هاي هي وهاي حكيناها للأولى طيب نيجي هون a natural science a natural science يعني علم اللي هو مقصود فيه علم الذي يتعامل علم طبيعي يتعامل معه إذن astronomy is a natural science is a natural a natural science يعني علم طبيعي that deals that deals بمعنى يتعامل that deals الآن لاحظوا كلمة deal بيأتي معها دايما with يتعامل مع وعننا هون كلمة stars نجوم و planets معناها كواكب إذن هذول الكلمتين دلوا على كلمة astronomy فبنحكي that deals with stars and planets the stars and planets هاي تكملة التعريف طيب اللي بعديها عنا geology إذن نكتب هون geology geology طيب وراها بنستطع كلمة is geology is طيب نيجي على كلمة studying ناخذ كلمة studying is studying دراسة is studying how is studying how طيب geology اللي هي علم طبقات الأرض وين المصطلح اللي له دخل بالأرض اللي هو earth is made of different rocks إذن studying how the earth how the earth كيف الأرض how the earth is made is made of تكملتها نكمل هون is made of different different rocks من صخور مختلفة different rocks من صخور مختلف المفهوم اللي بعده environmental science environmental science اللي هو المقصود في العلوم البيئية أو علوم البيئة environmental science environmental science معناها العلوم البيئية وراها مناخذ كلمة is بماذا يعمل هذا العلوم بيئة is working for is working for is working for طيب خلينا نشوف المصطلح المناسب هاي حلناها وهاي حلناها وهاي كمان نفس الشي وهاي حلناها إذن بقد عنا protection of the natural world اللي هو حماية العالم الطبيعي إذن هون نحكي is working for protection نكمل هون protection حماية والحفاظ على protection of the natural world يعني العالم الطبيعي هاي خلصنا السؤال كامل إذن هذا السؤال عبارة عن مفاهيم ومصطلحات الطالب لازم يعرفهم جيدا ولازم يشوف كيف كونا المفهوم لاحظوا الآن botany is a branch لاحظوا كيف botany is a branch of biological science concerned with plants إلو علاقة بالنبتات zoology is the study relating to animal kingdom astronomy is a natural science that deals with the stars and planets geology اللي هو علم geology علم طبقات الأرض is studying how the earth is made of different rocks environmental science is working for protection of the natural world هيك بكون السؤال خلص طلابي العزة نروح للسؤال الثاني مباشرة أوكي نتبه معي للسؤال الثاني السؤال الثاني عن الـ grammar اللي هو القواعد احنا أخذنا قاعدة state and dynamic verbs أول إشي عنا الفعل الموجود هذا think احنا حكينا think ممكن ييجي طبعا state وممكن ييجي كمان dynamic verb لاحظوا هون بحكيلي I فراغ studying science دراسة العلوم at university في الجامعة is my best option هو خياري المفضل طيب الآن هون بحكي I think أعتقد ليش ليش ما حكينا I am thinking لأنه هون هو بقدم اعتقاده بقدم يعني هو برأيه بقدم رأي إذن هون الآن عندك أنت رأي فالرأي دايما بيكون بحالة simple present فمنحكي I think أنا أعتقد صار معناه هون أعتقد I think studying science at university is my best option طيب خلينا نشوف الثانية about لاحظوا هون عنا about كمان studying science at university أنا بفكر أني أدرس علوم هل في فرق بين الجملتين نعم في فرق الجملة الأولى هي رأي هذه الجملة عبارة عن رأي إذن هاي رأي أما الجملة الثانية فهي عبارة عن تفكير بعمل شيء تفكير بعمل شيء تمام يعني أنا بفكر أفكر والله زي هيك بنحكي بالعامية أنا أفكر أني أدرس مثلا العلوم في الجامعة هذا هو معناها طلاب العزاء فلما يكون الكلمة معناها أفكر أني أدرس في الجامعة إذن هون مسموح لك أنك تستخدمها إيش بريزنت كنتيني فبنحكي I am I am thinking I am thinking صار معناها أنا مفكر والله أني أدرس علوم في الجامعة تمام إذن لاحظوا المعنى اختلف إذن إذا كان الفعل هذا think هذا الفعل think حكينا إحنا في الحصة المرة اللي فاتت حكينا أنه هذا الفعل ممكن يجي state وممكن يجي dynamic طيب متى بيكون state ومتى بيكون dynamic إذا كان أنت بتعبر عن رأي بتعبر عن اعتقادك في شيء معين في فكرة معينة بيكون state ولذلك لما يكون state ما بصير أنت تستخدم مضارع مستمر present continue فبتحكي I think أنا أعتقد أنا أعتقد I think studying science أعتقد أنه دراسة العلوم at university is my best option زي ما تحكي مثلا جملة جملة ثانية زي ما نحكي مثلا هاي الجملة I think مثلا I think I think water الماء is important أعتقد أن الماء مهم I think water is important شوفوا كيف صار معناها أعتقد إذن هذا state verb ما بصير يجي present continuous يعني ما بصير تحكي I am thinking water is important أصلا غير مستساغة لكن لما تحكي I am I am thinking I am thinking مثلا about drinking water about drinking water أنا أفكر أشرب ماء زي هيك I am thinking لاحظ هون present continuous فصار هون معناها أنك أفكر أن أفكر أن أقوم بشيء معين أقوم بشيء معين تمام فصارت هون تيجي بال present continuous لكن هون لما أنت تعبر عن رأي ومعتقد واعتقاد تمام هيك بتحكي I think فهذا state verb فما بينفع أنه ييجي بال-ing طيب الجملة الثانية لدينا كلمة look look بمعنى إلها معنيين ممكن يكون معناها يبدو معناها يبدو وإلها معنى ثاني بمعنى ينظر طيب إذا كان معناها يبدو هاي صارت رأي تمام أما إذا كان معناها ينظر صارت هاي صارت ممكنك أنك تستخدمها dynamic verb بالحالتين فنيجي على الجملة الأولى هي very healthy هي very healthy هو بصحة جيدة الآن أنت بتحكي رأيك والله أنا اطلعت على فلان والله صحته جيدة فبحكي he is looking very healthy بال-present continuous ولا بحكي he looks very healthy بحكي he looks very healthy إنه يبدو على صحة جيدة he looks very healthy لكن لما أجي أحكي هاي الجملة لاحظوا هون at a hair at a hair through the microscope ينظر إلى الشعرة من خلال المايكروسكوب تمام طيب هو ينظر وليس يبدو هون إذن صار معنىها كلمة ينظر إذن he is looking he is looking هو ينظر he is looking at ولاحظوا وراها حرف الجر at لاحظوا كمان look at دايما بمعنى ينظر بمعنى look at look at ينظر إلى يعني إذا كان عندك حرف الجر هون كمان at بيوضح لك إنه هاي معناها ينظر ينظر إلى مبين الجملة إذا كان رأي فبيكون مضارع بسيط أما إذا كان فعل مثل ينظر فبيكون بالمضارع المستمر طيب كمان عندنا الفعل have الفعل have له معنين معنى يملك أو يمتلك يمتلك ومعنى ثاني حسب معنى بالجملة يعني مثلا you a car or should I pick you up طيب الآن الآن بدنا نحكي هل إنه كلمة have هل بتيجي هون بالمضارع البسيط ولا المضارع المستمر هنا صار عندك car معناته يملك إذن هون لازم استخدم have طيب السؤال في المضارع البسيط بنحكي do you have إذن صار هنا do you have a car هل أنت تمتلك سيارة هل لديك سيارة هل عندك سيارة do you have a car or should I pick you up ولا لا أجي أوصلك هيك معناها or should I pick you up طيب we dinner لاحظوا هون عندنا كلمة dinner معناها عشاء يعني إحنا عمالنا منتناول العشاء إذن صار معناها have هون بمعنى يتناول بمعنى يأكل العشاء فمنحكي we with all the family this evening مع كل العائلة هذا المساء طيب نحكي we are having we are having إذن هنا نحكي we are having dinner with all the family نحن نتناول العشاء مع العائلة طيب enjoy enjoy بمعنى يستمتع enjoy بمعنى أيضا تيجي كمعنيين طيب studying in the garden whenever I have exams هنا بيحكي رأي I enjoy I enjoy أنا أستمتع بالدراسة في الحديقة whenever I have exams متى ما كان عندي امتحانات don't turn off the TV ما طفي I this film أنا عمالي بشاهر أنا مستمتع بمشاهدة هذا الفيلم I am enjoying لاحظوا هنا عنا don't turn the TV I am enjoying إذن هنا نحكي I am enjoying I am enjoying this film تمام هيك التمرين هذا خلص هذا التمرين بيوضح لك إنه state dynamic verbs خلينا نشوف السؤال اللي بعدي بيحكي لكم complete the telephone conversation كمل المحادثة hello Tarek what are you doing برد علي hi Ramsey I study for my entrance exam next week عماله بيدرس طيب الآن كلمة study هو عماله بيدرس اللي هم نحكي I study ولا I am studying نحكي I am studying أنا عمالي أدرس I am studying بال present continuous لأنه هون صار معناها أنا عمالي بدرس للمتحان اللي عندي لسبوع القادم طيب فراغ you plan خطة on applying to the Jordan University عندك خطة أنك تقدم طلب للجامعة الأردنية of science and technology تمام بنحكي هل أنت مخطط هل أنت مخطط أنك تقدم للجامعة الأردنية للعلم وتكنولوجيا هل أنت مخطط أنك تقدم هل أنت مخطط هل أنت مخطط أنت مخطط على المخطط للجامعة الأردنية of science and technology طيب yes I am برد عليه yes I am I want الآن الفعل want إحنا حكينا الفعل want بمعنى يريد بمعنى يريد وهذا الفعل state هذا مسميه فعل state verb والstate verb لا يأتي إلا بالمضارع البسيط فقط مضارع بسيط طيب خلينا نشوف I am I هل ما يحكي I am wanting ولا I want I want إذن لاحظوا كيف I want مستحيل تحكي I am wanting I want to become a science teacher أنا بدي أصير مدرس علوم and they have one of the best programs in the country وعندهم برن أحد البرامج الأفضل في الدولة in the country طيب الآن نحكي كلمة have إذن هنا have عندهم أو لديهم طيب صار معناها عندهم أو لديهم إذن صار بمعنى يملك ولما تكون have بمعنى يملك معناته بتكون state there فبنحكي they have ما محكي they are having تمام they have one of the best programs in the country طيب wow that's amazing هذا مذهل ورائع you think it is possible to get accepted الآن من الممكن إنك تنقبل يعني بحكيله يعني برأيك الآن هو بدي يسأل رأي هل محكي الرأي هنا الرأي لما يكون كلمة think هنا معناها رأي هل تعتقد إذن صار معناها هون إيش تعتقد كيف عرفت إنه معناها تعتقد من معنى الجملة it is possible to get accepted يعني برأيك ممكن إنك تنقبل إذن هون لازل تكون مضارع بسيط والسؤال في المضارع بسيط شو بحكي do you think do you think do you think it is possible to get accepted فبرد علي بحكيله of course it is where there is a will there is a way بيكون عندك رغبة معناته في طريق لهذا الموضوع تمام فهذا الطلاب الأعزاء حل التمرين التمرين مهم جدا جدا أرجو منكم إنكم تركزوا فيه وإنك تعرف إنه كيف تميز بين state verb وبين dynamic verb من معنى الجملة وهاي الجملة الأخيرة بأكد عليها كثير طلاب بلخبطوا فيها فانتبهوا حبايبي الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشوفكم الحصة اللي بعد هاي يعطيكم العافية